الإعلام مشكلتها مشكلة راهية كبيرة جداً ليش؟ خاصة نحن يخشلها من مسلسلات المذبلجة هذه سواء كانت من كل دول العالم الدهب البرازيلية وختمها بمسلسلات التركية لا توا مش التركية بس توا حتى المسلسلات الهندية الهندية خشت عليها باقي الهندية أبرك شوية مورين على قد الرجل مسيطرة شوية تنادي بسيطرة الامرأة سمحني في الكلمة هذه بمكشي في حد بيزعل مني يكن هذا غلط هذا قانون حتى الله سبحانه وتعالى أن الرجل اللي مكان الأمرأة عليها مكانة التبرج والعري الأسف الشديد والعيد بالله الأحلام الكلاسيكية هذه والأشياء هذه اللي هي تتعب أو تسبب مشاكل الكاهل حتى اللي هو الشاب اللي يصبح الشاب عشان ده قدرة أنه يتجوز خاصة في العصر الحالي والغلاء اللي موجود فيه تأخر سن الجهاز حتى عند النساء بسيفة عامة لا لا ما كده مشوه صورة الرجل ومرأة من الجهتين مشوههم الأسف الشديد طيب ما هي نتيجة؟ نتيجة أن هي تدوث الطريق المزدودة تشجيع المرس الدعارة والفسق والإشياء الصدام الصدام بين الزوج والزوجة يعني هذا الشاب متخيل حياة جميلة حياة مثالية فيصدم بالواقع كذلك الفتاة أكيد أكيد كانت تخيل أن هي رجلها مثلا برامجة كده وهي تخيل كده ينصدم بالواقع كنا والله اللي نشوف فيه في منسلات الأفلام مارتاش عندي في الحوش صوف في كل الشي يعني وهذا إحنا مشكلة العانة منهرة المشكلة نحن التربية حتى تربية الأم وتربية البوء لها دور كبير في أعداد الأولاد البنات خاصة الشاب والشابة بسيفة عامة المشكلة نحن في ليبيا بسيفة عامة لم يش نعمم نعانوا من اللي هي العواطف الضحلة بدأ يشحوا التوادد والتحابق من بين الأمرأة والرجل حتى قدام أطفالهم بطريقة زي ما نقول مؤدبة بحيث أن هما توصل لهم رسائل معينة فروض تكون معاولتك في المستقبل مع مرتك كيف تكون مع أراجك كيف تكون مع عندناش الأشياء زي هذه هذا ما يجعل أن احنا أولادنا بلاتنا يخذوا في التقافات الدخيلة عن طريق الإعلام عن طريق تلفزيون الأشياء الزائفة مؤقتة ما نحن مشكلة نعلمونها نحن من مشكلة الأعداد ومشكلة اللي هي نحن نسموها القدوة غياب الصورة الحقيقية الأب والأم كيف يعامل في جوزها والجوزة كيف تعامل في جوزها كيف تريق التواصل تصبح في صورة مغايرة اللي هي نحن نسموها حتى في علم نفس يعني نحن عندن مشكلة حتى في اللي هي نسموها العواطف الضحلة ما تقلقاش في حب وطواصل ما تقلقاش الكلام اللي هي تواصل بين الجوز مع جوزة بحيث يوصلهم زي ما قلت اللي هي الصورة الحقيقية كيف يكون تتعامل في المستقبل يبحث عليها في الإداءة يبحث عليها في المجلات يبحث عليها في القصص الرومانسية اللي تعطي صور مشوشة وصور شيطانية اللي تدمر كيان بناء أي أسرة للأسف الشديد طبعا نعم